احنا معنيين يا جماعة بمناقشة المنهج نفسه سيبكم من الاشخاص كل الاشخاص لهم كل التأدير ده مؤكد لكن المنهج اللي بيطرحوه لامتى حيفضل بيترواج له بهذا الشكل والامتى حيقود الناس في الشارع والناس بالذات البسيطة عشان تلاقوا دايما وابدا بينها هذه المشحنات تعالوا نشوف الزميل عمر الدردير وهو المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ايضا بيعلق على حاجة للنادي الاهلي يعني عايز اقول لغة الارقام احنا دايما بنستخدمها غلط يعني لما تيجي تقول للأهلي سيوصل للعالمية ووصل لحتة تانية واحسن نادي في القرن الواحد وعشرين ده كلام مع احترامي كأننا اكمل لك يا بتنسي كأننا بنتحك على الناس حط الأهلي في الدوري الأسباني هطلع الأخير الأخير عمد يا دارة لكن احنا بنتكلم ايه على دورينا المحلي التعبان اللي كل الناس بتشهد ان دوري تعبان لكن المبالغة هي اولا المبالغة بتربي التعصب وبتعمل التعصب ما بين جماهير الانديل انه بنبالغ قوي ليه الاهلي افضل نادي في الكون يا جماعة عيب يا جماعة ما يصحش ما عودش اقارن نفسي بالمستواتي العالمية تمام يا جماعة تمام رحمة بالجماهير طيب اقارن نفسه بمين يا فنم مين ده يعني الانجاز اللي هو اعمل يقول مثلا انه هو افضل واحد على مستوى القرى على مستوى القرى هو الافضل المنافسة اللي انت بتشتغله هل انتو عايزين لازم نقول نبسم ونقول واي يضيف ييجي الاهل احسن نادي في الدنيا فلازم نبسه ونقول الاهل احسن لا مش حسن النادي في الدرس. النادي الاهلي يكسب ويعمل انجاز احنا لا حد. يا فنن خليني بس خلص كلامي. انا نهاردة مرتين تالت اعلام لاندية. مبقاش عندي طموح ان ناخد البطول دي في يوم الايام. تاخدها ازاي يعني? تاخدها من بطل اوروبا? تاخد. انا انا نتكلم كلام عقل يا جماعة. انت عايز تفاهمني ان الاهلي هيجي يوم الايام. هيكسب بطل اوروبا هيكسب بطل امريكا الجنوبية? طبعا انا انا عارف ان انت عندك كلام كتير بس انا مصطرق بدا من منطق. هو اي حاجة. يا جا عم بطولة العالم للاندية اه ابطال القارات بتاعته. لعبوا بطولة. الترتيب دا بيتقال تالت العالم. لان دي ابطال القارات. لعبوا مع بعض. هم ملهاش تصنيف غير كده. كل تصنيف يتعمل. حتى لو يعني مرة واحدة بقت كخة بطولة العالم. ولو لو قدر ان الزمالك بس تقال لها. حتسمع الكلام والاحتفالات بهذه البطولة الاهم على مستوى العالم. هو انا ليه بقول لكم احنا بنقش المنطق نفسه. تحدس حتى اراءة. اه. لانه زميل عمر الدردير هو الراجل متدايق انه يتقال ان الاهل تالت العالم. طب هو الاهل تالت العالم لانه بطولة العالم اللي ضمت كل ابطال القارات على مستوى العالم الفيفا جماعهم في بطولة واحدة. طلع بايرنو ميونيخ الاول طلع الاهل التالت. بقى الاهلي تالت العالم. وبايرنو ميونيخ بطل العالم. هو مصر لما بتاخد كاس الامم الافريقية بنقول مصر بطلة افريقيا. هي مصر راحت لعبت مع كل دول افريقيا ونيمتها يعني. وبالتالي بقت بطلة افريقيا. ولا افريقيا بتعبر عنها بطولة الامم. هي. فيها تصفيات. كل الدول اللي لعبت في البطولة. المصر لما خدت بطولة الامم يعتبر ضمنيا كسبة كل الدول الافريقية. لان الدول اللي صفت ناس اتاهلت وناس ما تاهلتش. اتاهل الافضل. لما تاهلوا الافضل دخلوا في البطولة من خلال الادوار والمجموعات تاهل الافضل. الاتنين الافضل لعبوا فاينل. الافضل كسب. وهو منتخب مصر. فبقت مصر بطل افريقيا. لكن فكرة لا. اصلا ما تقوليش الاهل التالت العالم. وما لا اقول لك ايه. ما تقولوش حاجة. اقول لك ايه. الله ما تقولو حاجة. يعني ثانيا. ما تقولوا ليش ان الاهل اه بعد ريال مدريد في البطولات. هو الاهل لو راح لعب في الدور الاسباني. هيبقى عليك هيجي الاخير. والله راح الدولة الانجليزية هيبقى الاخير. فنيا ممكن يبقى كلامك صح. لكن منهجيا وعمليا ده كلام ملوش اي ستين لازمة. لانه الحقيقة. انه الرانكينج او التصنيف. انت بتصنف الدول او الاندية على حسب عدد البطولات اللي واخدينها. فبتقول ان ريال مدريد الاكثر تتويجا في العالم. مش مطلوب ان كل البطولات اللي خدها او التصنيف يكون فقط لاوروبا. ده تصنيف لاندية العالم. فبالتالي ريال مدريد في قرته ببطولاته هو الاول. الاهلي في افريقيا من خلال بطولاته القرية والدولية هو التاني. وبعد منه هتيجي دول هتيجي اندية من امريكا اللاتينية هتيجي دول او اندية من اسيا اندية من افريقيا اندية من اوروبا. هو ده التصنيف. كنا ان الاهلي وصل لمصف النباق التاني على مستوى العالم يداي الناس ده مش زنب الاهلي. لكن حقيقة الامر في الجدول اللي انتو حفزتوه. الاهلي التاني بعد ريال مدريد في الاكثر تتويجا على مستوى العالم. دي حقيقة. هل فكرة? ستة وعشرين ريال مدريد اتنين وعشرين مواصل اهلي. والزمالك له ترتيب. والزمالك له ترتيب في التصنيف نفسه. يعني انت لو شلت اللي قالي كان هم هيحتفل بالتصنيف. زمالك التامن ب13 بطولة. افضل من اندية اوروبية بعديها على فكرة. ومن حقه ان يحتفل بهات. افضل من ايكس. مثلا. في عدد البطولات. لكنه عايز اقولك على حاجة تانية. هو منتخب مصر بقى. في عصر كابتن حسن شحاته وكان متوهج. 2009. لما اخد التاسع في تصنيف منتخبات العالم. ما كانش يلعب كاس العالم كما. ما كانش يلعب كاس عالم خالص الكابتن حسن وفرقته. بس التصنيف العالمي بالنقط. وعدد المباريات والمشاركات. كلمة النقط دي بالجبلوم حساسية يعني. كان منتخب مصر او مصر التصنيف التاسع في العالم. كان بعد منها دول كبيرة تانية. محدش قال انه منتخب مصر. بقنا تشيلي وايطاليا. اه لما اه. انت انت متخيل انك انت بعد منك تشيلي. انت التاسع. تشيلي العاشر. ما عشان بقت هي الافضل. ساذ ابراهيم والله. يا جماعة احنا بنقش المنهج بمنطق. ولكن مجرد ما بنقش هذا الكلام اكننا بنعترف ان في منطق محتاج للرد. الكلام اللي بيتقال ده ساذ ابراهيم في حالة كنتم ممكن تسمعه. لو هو اللي متفوق علي محليا. اه. لكن ده انت انت كده بتطعن في كفاءة النادي اللي انت بت بت بتعبر عنه. لان لما انت مستنكر علي هذه المكانة. الله ده انت مش عارف تتجوازني. بالظبط. بعيد جدا. بالظبط. ببطولاتك عني. يبقى انت ايه يعني يعني مش مش ما انت عارف بالظبط كده كرهك. لان الاهلي يعني يبقى ليه كلمة طيبة. اه. فليكن ما يكون. اه. يعني احرق كل حاجة. بس ما يتقلش على الاهلي كلمة طيبة. اه. حتى لو كانت ضد يعني تستخدم ضده هو. ده الجدول التاريخي لتصنيف اندية العالم. وهتلاقي الزمالك موجود في القيمة. وده شيء كويس لمصر. الزمالك قبل اليوفينتس. في عدد عدد البطولات اللي اخدها. دي ارقام يا جماعة. قبل ريفر بليت وقبل صوف باولو. هو وقبل ايكسر. ولو نعم مع كل دول. قبل اليوفي. هيكسبهم. ده كلام بجد يعني منطق غريب. ممكن. بس الحقيقة بص بق. بمواجهة ناس زي كده. تلاقي ناس. رفضة تماما بكل الشمعات. وناس رياضيين. واقفين على ارض الواقع. وشايفين القصور فين? القضية مش ان انت تفضل تقولي الاهل 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 الاهلي. القضية تكلم عن نفسك. عالج مشاكلك. واجه نفسك. ربنا يوفقك.